تعالى بقى اقولك الوضع بالنسبة الجدوى للدوري في اللحظة الحالية عشان نشوف اللي بيحصل في الصدارة في منطقة الصراع على الهبوط وبرضو المراكز الشرفية مجرد مراكز الشرفية ما بين الصدارة والهبوط عشان خلاص حتى المراكز الافريقية حسمت يعني او البطاقات الافريقية بمعنى اضك حسمت بيرامدز فيها الصدارة بـ 68 نقطة من 29 مباراة اللي اعني بقى في المركز التاني عنده 66 نقطة فرد نقطة فقط مع بيرامدز المتصدر ولكن عنده كان مطش بقى الاهلي 26 لو اعتبرنا الاهلي فاز بالتلات المباريات تلات مباريات الفرق مع بيرامدز اللي هو تلاتة في تلاتة بتسعة وحطوهم على الستة وستين بقوا خمسة وسبعين بقى فارق على بيرامدز بكام بسبع نقاط نظريا نظريا لكن عمليا لسه فيه مباريات كتير ومفيش حاجة محسومة باقيها المصري في المركز الثالث بمودرن سبورت في المركز الرابع سموحة في المركز الخامس الزمالك في المركز السادس والزمالك لو بسيت على الزمالك لو برضو بالحسابات النظرية كسب تلات مباريات بخمستاشر نقطة بتسعة نقاط عفوا هيبقى عنده أربعة وخمسين نقطة فعادي جدا ممكن يخلص الدوري في المركز الثالث زد في المركز السابع بأربعة واربعين نقطة سيراميها كليوباترا في المركز الثامن إنبي في المركز التاسع للتحاد السكندري في المركز العاشق كل ده متأمن خلاص طلاع الجيش في المركز الحداشر بانك الأهلي في المركز لتناشر والجونة في المركز التلاتاشر ثم الإسماعيلي في المركز الاربعةاشر وبعد كده يجي فريق فاركو في المركز الخمسطاشر وبلدلة المحلة والمقولون والداخلات داخلية هبط بشكل رسمي وبلدية والمقولون العرف في موقف صعب جدا نحو محاولة النجاة من الهبوط موقف صعب جدا يعني احنا الصورة شبه واضح شبه واضح ما قدرش يحسم عشان في الأول الآخر دي أنديا ما زال لديها الأمل من المفترض يعني يكون لسه عندهم الأمل فما قدرش يحسمها ولكن بحزبة الجدول نظريا التلاتة اللي تحت هم التلاتة اللي نزلوا تحت خلصت يعني ولكن فوق لسه أهل وبرمز في المنافسة على الصدارة وإن كان الأهل طبعا خات خطوتين تلاتة لقدام والمراكز المؤهد الأفريقية حسمت خلاص من بدري